اكد صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية تسخير دولة تكنولوجيا وتقنية الحوسبة السحابية في الدفع قدما بمقاومات التنمية مما يتوازى مع تعزيز مقاومات الأمن سيبراني وفي إطار إنعقاد أعمال مؤتمر أو منتدى حوار المنامة التقى سموه السيدة تيريزا كارلسون نائب الرئيس لخدمات الانترنت العالمية في القطاع العام ومسؤول التطوير الاستراتيجية والعمليات والمبيعات والأعمال بشركة أمازون لخدمة الانترنت والجنرال كيث أليكسندر الرئيس التنفيذي لشركة آيرون نت للأمن سيبراني مرحبا سموه بمشاركتهما في المنتدى كما تم استعراض المواضيع التي ناقش حوار المنامة هذا العام وقال سموه إن البحرين تحرص على الإسهام بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية في هذا المجال بما يحافظ على القيم الحضارية التي تؤمن بها مملكة البحرين من انفتاح وتعايش واحترام متبادل وبما يعزز جهود التنمية الشاملة التي عملت البحرين على تطوير مساراتها وتلبية متطلباتها ويأتي ضمن جهود تحقيق تعزيز البيئة الداعية للنمو التي استفادت منها الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية ومنها شركة أمازون لخدمات الانترنت التي اختارت مملكة البحرين مقرا إقليميا لها وأضاف سموه إن هذا يأتي ضمن توجه إعادة رزم دوري القطاع العام من المحرك الرئيسي للإقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو التي استمرت البحرين في العمل على تحقيقه طول الخمسة عشر سنة الماضية اشتركوا في القناة